موسيقى على ملفات كانت مغلقة لمدة 34 عام ورفع الاعتبار مهم جدا نحيى أهالي دوس اللي قاموا بكل عفوية بردة فعل اللي مست معيشتهم اليومية واللي بقووا لمدة 34 عام كجيهة مصنفة بجيهة أثارة الشغب واللي هم التحية يوم 29 ديسمبر يوم الخميس والسوق الأسبوعي هو يوم الخميس ثلاثة وثمانية تتلمي الناس في السوق باش تحكي باش تقضي والقضية اللي يعرف أهل دوس تسعة وتسعين في المائة يقضوها كان نهار الخميس تقضي قضية كاملة ثم ناس كبار كانت مهتمة بشنو قاعد واقعوا وحست بأن هذا يمس باش يمس معيشتهم فأبدوا يدوروا يتحدثوا واللي قاموا به هو حاجة عفوية وبسيطة قانوا نمشوا المعتمد باش نبلغولوا اللي احنا مناشر قاموا باش يقابلوا المعتمد باش يقابلوا المعتمد او ارفضهم ومعناها وكلف الشرطة باش يبعدوهم بعد زادوا رجعوا مرة أخرى زاد رفضهم قاموا كانت تحبوا تكتبوا رسالة اه يعني اه شفائي هنا كبيرة انا وقتها اه كنت قري في المدسة الكبرى جيت جاي شنوه ثم قالوا ورا هو هكا والمعتمد رفضنا وشنوه باللغة شنوه هو حتى يرفضنا مقابلناش واحنا اللي نعرف اللي هي جيها اساسا القبائل عندها دور فيها يعني الناس الكبار ومحترمين فتلمدت مجموعة من الشباب انها وقتها عمري 27 عام اه وكانت تردد فعنا معناها احتجاجا على ونغرة ل معناها احتقار الناس هذوما اللي يحبوا يبلغوا رسالة سلمية وفيهم ناس طبعا من ذكرهم من توا عم بالقسم برحومة سيمصفى مصباح ناس عندهم وزنهم في البلاد الشاعر كبير علي لسود المرزوجي ومجموعة من الناس الاخرى فاحنا تلمدنا كشباب وبدنا نصفقوا ورفعنا نشيد حماة الحماة ثم اخرجنا في مسيرة تجربة المسيرات ما كانتش موجودة فاخرجنا فقط احتجاجا كانت شعارات المرفوعة لا للتفقير الشعب لا للزيادة في الخبزة ثم كي ارجعنا انا وقتها في وصلنا تقريبا اشتر الجهة الاخرى من السوق انا وقتها تكلمت اخديد كلمة وتكلمت على اساس هذا مش معقول وعليش ما يقبلوش المعتمد وعليش ما نبلغوا لش الصوت متاعنا فانضمت لنا ناس اخرى كيرجعنا نفس المكان لقدان المعتمدية لقدان الحرس خرجوا عصي وبدوا يدزوا في العباد ويضربوا في العباد في الحقيقة بدت وقتها المناوشات فقط ردت فعل حتى الرمي بالحجارة جاء كفكرة من بعد ودوزها في الوقت هذك الطريق الوحيد المعبد هو اللي وصل لل القدان المعتمدية والبقية هي رملها اللي يعرف دوز قبلها ثم نهرتها يعني ضربوا بالرصاص وأصابوا شباب صغار هذن الساسي بالشادلي بالقسم بالعيب يعني ما غير موجب مغودوا تجمعت الناس سمعت العباد وتجمعت من الصبح فجاء تعزيز من قبل ولا من الحامة ولا من قابس لقوات التدخل وأول مرة يقع أن تجي قوات التدخل مدينة الدوز وأول مرة يقع الضرب القنابل مسيلة الدموع وكانوا حقيقة بشكل أن دخلوا الأحياء دخلوا السوق وكانوا يضربوا في الشباب فكانت تردد فعل هي الرمي بالحجارة ثم أنا في اليوم الثاني العشية مرة كبيرة اللي هي خالتي تضربت في الركبة متاحها برصاصة اشتاير لأن دخلت الرصاصة وحلت لها جرح كبير في الركبة متاحها هزيناها المستشفى المستشفى ما عندهمش كيفاش يقوموا بالعلاج الأولي أولدها الشاعر علي لسود مرزوجي كان حقيقتاً في غضب كبير وألقى قصيدة في المستشفى من ثميكا مشاوا قالوا يازم نهزوها لقبلة القبلة ما كانش عندهم زادة كيفاش يقوموا بها وتعدوا على الحامة وجابس لأن وقتها المركز يمكن كبير العلاج هو جابس فمن ثميكا بدت تسمع بدت الناس تسمع احنا وصلنا في المجابهة مبين الشباب ومبين القوات الدخل كانت عنيفة جداً حيث دخلوا كل مكان تقريباً في دورس زادة الناس انضمت للحركة كاملة معروفين الناس اللي ضربوا أو تقريباً هما اللي كانوا مسؤولين على الضرب بالرصاص ثم اليوم الثالث قاموا ب إيقاف مجموعة كبيرة أنا توقفت الشعر علي لسو توقف سي مصفى مصباح بالجاسب بالرحومة العرب من عمرو وقفنا في كبله ووقتها في اليوم الثاني بدأت في سوق لحد وأظن سقطت وقتها شهيد في سوق لحد كانت المعاملة عنيفة جداً في الإيقاف كان تجميع الناس من جميع أجزاء الولاية وكان العنف اللي يصلت علينا كل صباح وليل من ناحية الضرب التجويع التعذيب ثم زوزوا الثلاثة حطوهم في غرفة في ردية وكانوا من بينهم الشاعر وسي إبراهيم بالبدوي الله يرحمه والكثير منهم هما توفاوا الله يرحمهم ثم طبعاً ما بدأت تخف الضرب والإهانة إلا بعد يمكن رابع خمس يوم ونحن ما عرفناش علاش تغيرت السلوك شوية وقتها نحن معزولين تماماً ما هو وقع في تونس وبدأت تخف شوية حيث تغير السلوك بقينا سبعتاشين يوم في السجن شدوا مجموعة ثم مجموعة زادة بعثوها الجابس وتونس بخط الجيهة تقريباً لفترة طويلة هي محاصرة ما يقع فيها حتى نشاط ما يقع فيها حتى خدمات لفترة طويلة لأنه كانت الجيهة اللي سبت وكيما قلت العفوية متاع الناس الطيبة الناس الكبار إنهم شووا بش يبلغوا المعتمد إنهم أحنا رانا هذية مشبهة تزيد في الأسعار بالشكل هذية يعني ما كاناش تم طرق أخرى أو نية أخرى أو أي شيء آخر وراها معناها اللي يخلى الأشياء تتطور وإحنا كانت تردد فعنا علاش ما سمحش للناس الكبار بش يقبلوك بش يبلغوك الرسالة متاحهم وإحنا علاش كرامتنا ما تسمحناش بش تضربنا وتطلق علينا النار وإحنا ما في العقيقة ما عملنا حات شايفه ووقتها زادة ما كاناش حتى فكرة مداهمة المراكز أو مؤسسات دولة أو غيرها كان فقط أن اللي مارسوها علينا القوات الأمن الداخلي والتدخل له من ضرب قنابي مسايد دموع وضرب العصي فردنا الفعل إحنا كشباب بأن أخرج من البلاسة هذه ما هيش بلادك ما هيش مدينتك وما عندك علاش تجينا وهذا في الحقيقة أظن في اليوم الرابع أو الخامس أنا تشديد في اليوم الثالث وقع التدخل من الجيش اللي الجيش طلبوا منه المواطنين يخرجوا علينا قوات الدخل يخرجوا قوات الدخل من البلاد يخرجوا من حدود البلاد وكان الجيش هو اللي اللي ساهم في أن الأمور تهدى شوية ومعناها وبعدها طبعا اللي صار من تطور في البلاد الكل اللي اللي صار بكل أسف هما الشهداء وكان فيهم طفل أظن عمره أحدشن عام التضرب هنا في الرقبة يعني الضربة كانت واضحة بنية القتل وبقى بعد أشهر يعالج وتوفى لم يقع لهم الاعتبار الجيهة لم يقع اعتبار ما قاوم به من تقديره بل بالعكس اللي صار هو العكس وعقبنا عقوبة جماعية على شيء بسيط أنه قلنا لا لتجويع الناس لا لزيادة في المعيشة بالشكل هذا فهذا اللي عشناه لمدة أربعة وثلاثين عام ولم يسمح لأي حد بل بالعكس اللي صار هو العكس معناها صار تهميش الجيهة تماماً عدم اعتبارها الناس اللي كانوا ناشطين سياسيين وقتها كانت اللي أكثر مجموعة كتلة تنشت مع بعض وكان عندهم مكتب جاوي هو حركة الديمقراطين الاشتراكيين عقبوا وحوصروا وفيهم حتى اللي حرم من العمل كما عام بل قاسم بالرحومة كان مقاول صغير كانوا يحاصروا فيه في كل موقع باش يختمع وهذه معناها رد الاعتبار لهذا الراجل اللي كان نزيه وصادق ولأولاده ولعائلته وللشهداء وعائلاتهم وهذه نصورة محطة تاريخية وقعت في تونس انتفاضة هذه من نوعية مختلفة وتاريخ تونس راهوا بهذه المحطات المشعة النجم قدمه بهذا النجم نعمل التصالح مع أنفسنا وتواصل التهميش الجهوي بحيث أن جهة دوز جهة قبلة التو مهمشة حتى بعد 2011 وتعتبر على ذلك بدون بشعور أو بعدم شعور تعتبر على الجانب هذك وكانهم الناس الذين خرجين على أنهم يكونوا من المجموع ويحاسبوا على ناس أخرين وهذا مش باهي بل أن لابد من تصالح لابد من نرفع الاعتبار وأشكر بسنح الفرصة هذه وللتاريخ وللتشجيل وهذا يبقى لأجيال وأجيال بأن في تونس ناس وقفت وقالت لا لمشاريع تجويع الشعب لمشاريع الصندوق العالمي والبنك العالمي قالت لا بكل بساطة بكل معناها مدنية اللي توا يتحدوا على المدنية الناس وقتها وقفت بكل مدنية قالت لا ما تجوعناش أخويا راجل خلي الخبز كما هي ما حاشتناش بالرفاهة اللي عندك أنت ووقتها وقفت ضد حكومة ووقتها هي نتيجة سياسة ما بعد التضعاض اللي هي وصلت إلى أحداث جانفي ووصلت بعدها بعد أربع سنين وصلت لأحداث الخبز وهذاك كانت النتيجة ومن ثميكا بداية النهاية لمرحلة كاملة ولخيارات ما كانتش في صالح الشعب